اشتركوا في القناة مع توضيح الاجراءات والبداء للمتخذة لاستمرار العملية التعليمية بالصورة المطلوبة اضافة الى السعراض ما ستشهده المدارس من عمال صيانة لرفع قدراتها وتجهيزها لاستقبال الطلبة وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالحضور مشيدا الى ان الوزارة تعقد هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءاتها مع مختلف الجهات والاطراف ذات العلاقة في اطار الشراكة المجتمعية لتوضيح الصورة بشأن هذا الوضع الاستثنائي المؤقت الذي سيشهده الميدان التربوي الى حين اعادة بناء المدارس المعنية ماكدا ان اخلاء مثل هذه المدارس هو ضرورة قصوى لكون امن وسلامة الطلبة هو اولوية لا يمكن التهون فيها مبينا ان الوزارة قد وضعت خطة مدروسة وشاملة لتوفير المقعد الدراسي لجميع الطلبة وتوزيع الهيئات الادارية والتعليمية حسب الحاجة واشار الوزير الى ان العام الدراسي المقبل سيشهد افتتاح مدارس ومبان جديدة في مختلف المحافظات ومنها مدرسة سمو الشيخ موزة ابن تحمد الخليفة الشاملة للبنات في المحافظة الجنوبية والتي تعد اول مدرسة من نوعها على صعيد المدارس الحكومية وتضم المراحل التعليمية الثلاث الى جانب افتتاح مدرسة ابتدائية جديدة للبنات في مدينة حمد ومبنى جديد بمدرسة السلام الابتدائية للبنات بمنطقة جدحفص والسلام مبنى اكاديمي جديد بمدرسة الرفاع الغربي الابتدائية للبنات ومبنى اكاديمي واداري جديد بمدرسة المحرق الابتدائية للبنات وخلال اللقاء قدم عدد من مسؤولية الوزارة عرضا شاملا لشان إخلاء المدارس في مختلف المحافظات وأوضح خلالهما وفرت الوزارة من بدائل واجراءات لتسيير العملية التعليمية على أكمل وجهها